السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عين يا غالي ركزوا ياي بهذه المحاضرة المهمة انت مرحلة اولى وانت دخلت على هذا المقطع حتى تعرف شنو خبايا وخفايا مادة الصوت اللي عندك ركزوا يانا وتابع قناتنا عندنا علم الصوت المرحلة الاولى علم الصوت مرحلة اولى محاضرة اولى للغة الانجليزية تربية للعلوم الانسانية ركزوا ياي مهم جدا هذا شوفوا عدنا شباب التعاريف انت اذا ما عرفت التعاريف بشكل كامل انت ما راح تقدر السيطر على المادة اللي عندك شباب عدنا اول تعريف اللي هو فونيم الصوت او الاصوات فونيم الصوت عدنا فونيم اللي هو شنو اللي هو اربعة واربعين صوت في اللغة الانجليزية تعريفوك التالي او كالادي عدنا the smallest units of the sounds capable of making a difference in meaning يعني شنو يعني يقول لك هو اصغر وحدة اصغر الوحدات في of او كالادي او كالادي او كالادي او كالادي موسيقى موسيقى هو شنه الكلام هو هيومن فساوند سبيتش هيومن أو هيومن سبيتش ساوند الأصوات البشرية في شكل عام يتعامل مع هذي العلم الصوت إنه شنو علم طبيعي يتعامل مع الأصوات البشرية بشكل عام بدون العودة إلى أي لغة محددة هذا هو علم الصوت الفوناتيكس okay شباب رقزوا بي مهم جدا رح ننطيكم اليوم وأيضا التعريف الثالثي اللي هو فاناةيك TRANSYCRIPTIONS أنت منشوف ترايا TRANSYCRIPTIONS يعني شنو يعني هو اللي هو يعني سلاح يعني هذا behold شوف هاد سلاح وهذا初 وهذا TRANSYCRIPTIONS يعني الكلمة TRANSYCRIPTIONS للكلمة فعدنا فعدنا يعني شنو اللي هو يقدم لكل صوت بواسطة رمز يعني مفرد رمز واحد مثلا عندنا صير تيك شوف عندنا هذا الحرف شوفوا شون سوا بهاي الطريقة فأنتو إن شاء الله تدريجيا تباعا راح تتعلمون شلون راح تكتبون الرمز الصوتي وأسهل مهم جدا فعدنا التعريف الرابع اللي هو RPO or BBC فهذا مهم جدا أيضا التعريف كل أغلبية المرات يجبون التعريف نصف السنة والشهريات فRP RP شنو اللي هو representing pronunciation هذا الاختصار representing اللي هو رمز representing رمز اللي هو وعدنا pronunciation الاصوات أو التلفظ الصوتي or BBC عدنا هيا ذات ركزوا ياعي اللي هو نوع من البرنامسيات اللي هو نوع من البرنامسيات التلفظ الذي يستخدم من الكثير من البرنامسيات التلفظ يعني شنو بواسطة الكثير من الناس المتعلمين يعني احنا نقول مثلا بالفصح تقدر تحكي بالفصح بهذا الشكل فيا شباب ركزوا ياعي ان شاء الله راح تتعلمون المادة الصوت انت بس كون متفائل وان شاء الله ستكون قوية في المستقبل راح تكون قوية في المستقبل وما راح ان شاء الله تواجه اي صعوبة لكن عليك انو شنو تستمروا يعني حتى تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة سيو